الأمر الآخر لايك وشير وصلى على الزين وده لنفسك والوالدين والغير حمدي فتح سألت المسؤولي الأهلاوي عن عرض نادي بيرامدز واللعب في دماغ حمدي فتحي وتسريب مثلها زي الأمور للإعلام من جانب نادي بيرامدز فقال حاجة مهمة جدا الحمدي فتحي باقي في عقده ثلاث سنوات لا يستطيع نادي بيرامدز شراءه بأي حال من الأحوال الكلام معاه هو لعب في دماغه واللاعب شاب لكن هو فاهم وعارف إن ما ينفعش إن هو يجريهم في أي حاجة لكن هم بيلعبوا في دماغه وقبل كده قالوا عايزين نشتريه لكن وهذا التصريح من الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات قال لكن لا يوجد أي نية للتعاون مع قدرة نادي بيرامدز سواء بالبيع أو الشراء أو الإعارة هقول تاني لا يوجد أي نية لدى النادي الأهل بالبيع أو الإعارة أو الشراء مع نادي بيرامدز وهذا التصريح من مدير التعاقدات كابتن أمير توفيق وحمد فتحي قال لي بقيله ثلاث سنين لا يحق له التفاوض ولا هو عاوز يرحل ولا هو متدايق ولا فيه أي شيء لكن هو كله عمال يلوك وخلاص في الموضوع وتسريب أخبار وطلوه في الآخر الإعلام له المعلومة لما نعرف أن فلان طلب فلان وقال له كذا ما تيجي النادي الأهل وكلام بالشكل ده بنتكلم كل الناس بتتكلم مش أنا الواحد أنا وصف زاهر والمواقع والحكاية والرواية وكله لا فكابتن أمير توفيق اللانية أصلا للتعاون مع إدارة نادي بيرامز مش بس سبب حمد فتحي ده لو الأهل مثلا عاوز أحسن لعب عندهم قال لك لانية لانية للتعاون بالبيع أو الشراء أو الإعارة مع نادي بيرامز أو المبادلة مع نادي بيرامز ولا يوجد أي نية للتقارب مع إدارة نادي بيرامز السبب طبعا كلنا عارفين إن هما لعبوا في دماغ ثلاثة من أهم لعيب النادي الأهلي وهو رمضان صبح شريف إكرامي أحمد فتحي أغروهم بالمال دي يحكوا عليهم ودوا فلوس وخدوهم مثلا يعني طبعا اللعيبة بتبحث عن مصلحيتها بتبحث عن مصلحيتها لكن لا نية من إدارة نادي الأهلي للتعاون مع بيرامز فيما يخص الحمد فتح طيب بالنسبة للكابتن سعد سمير سعد سمير أنا سألت قلت لهم يجيلكوا قلبي إزاي يجيلكوا قلبي إزاي تعرضوا سعد سمير في المبادلة مع كريم فؤاد قالوا سعد سمير بالنسبة لنا عنصر مهم جدا مهم جدا في غرفة اللبس أو في قط اللبس ليش قط اللبس معميده لا في قط اللبس النادي الأهلي وبالتالي إحنا لا نية لإعارته قال لي ممكن يبقى الإسم يتقل كده لكن ما فيش نية والجهاز الفني ما طلبش الاستغناء عنه ممكن يكون هو ما خدش فرصة في اللعب زي ياسر إبراهيم زي رامي ربيعة نتيجة بدري بنونه أيمن أشرف ماشين كويس لكن ما فيش أي نية للاستغناء عنه قال وقال بالنص إن النادي الأهلي بيمتلك وليد سليمان الشناء والسلية أيمن أشرف علي معلول سعد سمير قال دول بيمثلوا عنصر الخبرة ودول اللي عليهم دور مهم جدا 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 في زبط الأداء داخل غرفة ملابس النادي الأهلي أو قط اللبس للنادي الأهلي لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير سألت المسؤول الأهلي والبارز اللي هو عالم ببواطن الأمور في التعاقدها يعمل حج قلنا آخر كلام في سيرينو هل في صفقة مبادلة مع عجيه وتدفعها 4 مليون دولار أكد لي قالاتي أن صفقة سيرينو تم غلقها بالضبة والمفتاح وأن الخطابة الذي صدر أو البيانة الذي صدر من إدارة نادي سان داونز بعد عرض النادي الأهلي بـ 2.5 مليون دولار هو خطاب يعني عدم الرغبة في التعاون والرغبة أيضا في الاحتفاظ بجاستون سيرينو وأفل الباب في هذا الإطار آه في كلام بروحه يجي ما تاخده جونيور أجيه وناخد جاستون سيرينو وجونيور أجيه سنه صغير لأن مستر بيتسو موسيماني عاوز سيرينيو يعني بينام ويقوم ويقوله هو فين سيرينيو سيرينيو جاه ما جاش ما خبطش على الباب ما سألش موسيقى